الصورة تعود بالذكريات إلى سنوات خلت أذكرها كلما نظرت هناك على الحائط حيث علقت الصورة صورة مدرسة الأولى التي باناها آباؤنا بعد عمل متواصل وصبر جميل فقد كانوا يعملون آناء الليل وأطراف النهار بلا كلل ولا ملل ينقلون الصخور على ظهور الأحمرة والبغال ويقصدون المدينة ليجلبوا الإسمنت والآجر لا يثنيهم عن ذلك صهد الشمس ولا السقيع وكنا نحن الصغار نحمل الغداء للعمال فيتحلقون حول الطعام جماعات جماعات ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى عملهم وقد تجدد نشاطهم واشتد عزمهم ومع مرور الأيام أخذت الحيطان تعلو شيئا فشيئا وقد كان اليوم الذي سقفت فيه المدرسة يوما مشهودا في قريتنا إذ اشترك في العمل النساء والرجال والأطفال جميعا وبعد أسابيع ازدانت أرضية الأقسام بالجليز الملون وطلية الجدران بالأبيض الناصع والأبواب والنوافذ بالأزرق الزاهي وجاءت من المدينة شاحنات تحمل مناضض وسبورات وخزائن خشبية أتناول السورة وأتأملها فأتذكر أنها أخذت لنا آخر السنة الأولى التي فتحت فيها المدرسة أبوابها فحول المعلم السيد عبد العزيز يقف التلاميذ وفي عيونهم براءة الأطفال وبين مصطفى وبيني تقف بهيجة بضفيرتيها الرائعتين ترى أين هم الآن؟ أكتشف أشرح أعوض المفردة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه تعود بي الذكريات إلى سنوات الخلت تعود بي الذكريات إلى سنوات مضط باء أسجل الحروف الهجائية من الحرف الحادي والعشرين إلى الحرف الثامن والعشرين وأحفظها مرتبة قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء أعمق فهمي أولا يتذكر الكاتب مدرسته من خلال صورة أسجل قرينتين تدلاني على ذلك تعود بي الذكريات إلى سنوات خلت أذكرها كلما نظرت هناك على الحائط حيث علقت الصورة صورة مدرسة الأولى التي بناها آباؤنا بعد عمل متواصل وصبر جميل أتناول الصورة وأتأملها فأتذكر أنها أخذت لنا آخر السنة الأولى التي فتحت فيها المدرسة أبوابها ثانيا أذكر الأتعاب التي تحملها أهل القرية لبناء المدرسة العمل الدأوب والسهر على بناء المدرسة والتنقل إلى المدينة لجلب مواد البناء ثالثا أحدد في شكل عناوين مراحل بناء المدرسة وتجهيزها نقل الصخور على ظهور الأحمرة والبغال جلب الإسمنت والآجر من المدينة الشروع في بناء الحيطان تسقيف المدرسة تهيئة أرضية الأقسام بالجليز طلاء الجدران والأبواب والنوافذ تهيئة الأقسام بالمناضد والسبورات أحلل أولا أحدد الجزء الذي يحكي فيه الكاتب عن طفولته والجزء الذي يتحدث فيه وهو كهل الجزء الذي يحكي فيه الكاتب عن طفولته من صورة مدرسة إلى وجاءت من المدينة شاحنات تحمل مناضد وسبورات وخزائن خشبية الجزء الذي يتحدث فيه وهو كهل الجملة الأولى للنص مع الفقرة الأخيرة للنص ثانيا عبر الكاتب عن حنينه إلى أصدقائه وشوقه للقائهم أبحث في الفقرة الأخيرة عن شاهد يدعم ذلك فحول المعلم السيد عبد العزيز يقف التلاميذ وفي عيونهم براءة الأطفال وبين مصطفى وبيني تقف بهيجة بضفيرتيها الرائعتين ترى أين هم الآن ثالثا في الفقرة الأولى شخصيتان جماعيتان الآباء والصغار أسجل أعمال كل منهما الآباء العمل على بناء المدرسة والتكفل بسير الأعمال وتوفير مستلزمات البناء من نقل الصخور وجلب الإسمنت والآجر من المدينة حتى تهيئة الأقسام الصغار يحملون الغداء للعمال أبدي رأيي أولا بما يشعر الكاتب نحو مدرسته لماذا حسب رأيك؟ يشعر الكاتب نحو مدرسته بحنين وشوق كبيران لأنه اشتاق ملاقات أصدقاء الطفولة وبراءتهم ثانيا هل تحس بنفس الشعور نحو مدرستك؟ بالتأكيد فالمدرسة تعني لنا الكثير فهي العشق الأول وفيها تعلمنا أولى خطوات النجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر